حيث باشر عدد من الفلاحين بولاية تيارت لقلب أراضيهم تخطيرا لزراعتها الموسمية غير أن الملاحظ أن النشاط الفلاحي ما زال ضعيفا في ظل عدم السياسة لتصيره بطريقة حديثة التغطية لديار بن داود بعد التساقطات المطرية الأخيرة انطلق عدد من الفلاحين بي تيارت في عملية لقلب الأرض تحضيرا لزراعتها في الفترة القادمة بمختلف المزرعات الموسمية من أهمها زراعة البقوليات التي بدأت تعرف انتشارا بالولاية فالفلاحون هنا بي تيارت يعاود الكثير منهم مزاولة النشاط الفلاحي بعد تساقطات الأمطار التي أحيت الأرض من جديد هذا النوع اللي طاحتهم ليحها للحب ليحها للحب الزوال الموالة ليحها لهم ربي يعطينا الخير من عنده قلوا الحمد لله ونخدمه على ربي كراني نفلح في هذه البلاسة نقل فيها على بل الحمص على ما جاء إن شاء الله نخدمه ونعطي الله فالقطاع الفلاحي بولاية تيارت ورغم امتلاكه لأكثر من 700 ألف هكتار لزراعة الحبوب يبقى في حاجة ماسة إلى مراجعة حقيقية لوضع آليات جديدة على أرض الواقع الذي بقيت فيه زراعة الحبوب تعتمد فقط على الأمطار اشتركوا في القناة